أعوذ بالله سمعنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة السابعة من حلقات قصة التتار في الحلقة اللي فاتت وقفنا على الاجتياح التتري الرهيب لأوروبا وقلنا في آخر الحلقة إن كيوك بن أوكيطاي تولى الحكم سنة 639 من الهجرة بعد وفاة أبيه أوكيطاي صاحب الحملة الكبرى لغزو أوروبا وملك بذلك كيوك بن أوكيطاي دولة تبلغ من كوريا شرقا إلى بولندا غربا وتبلغ من فوق من سيبريا شمالا لحد بحر الصين جنوبا وطبعا تبتلع في ذلك نصف العالم الإسلامي تقريبا دول في غاية الأهمية عدة دول من العالم الإسلامي محتلة بقالها دلوقتي قديه 22 سنة من سنة 617 أو 616 من الهجرة أو آخر 616 لحد 639 من الهجرة دولة طبعا ضخمة جدا جدا محتاجة توطيد أركان عشان كده كان من سياسة كيوك بن أوكيطاي أنه لا يتوسع أكثر من ذلك ويحاول قدر ما يستطيع أن يرتب الأمور ويعيد تنظيم الأحوال في داخل هذه المملكة العظمى الكبرى والحق أن التاريخ لم يشهد هذا الحجم على الأقل التاريخ الذي بين أيدينا وفيه نوع من التوثيق وقلنا في آخر الحلقة اللي فاتت أنه على الرغم من أن الصليبيين أو أن النصارى في شرق أوروبا قد ذاقوا من ويلات التتار وذبح منهم المئات والآلاف بل والملايين بلا مبلغة مع ذلك فإن الصليبيين في غرب أوروبا ما زالوا يرجون أن يقيموا أحلافا مع التتار ضد المسلمين لأن الحروب التتارية كانت حروب إبادة وتدمير ومصالح ودنيا وليس فيها عقيدة عقيدة التتار كانت عقيدة مشوهة باهتة ليس لها أي معنى توليفة عملها جانكيس خان قبل أن يموت جمعها من أديان شتى كما ذكرنا قبل ذلك لذلك لم يكن التتار يقاتلون من أجل دينهم أو من أجل نشر دينهم ما سعوا إلى ذلك مطلقا في كل حروبهم لكن الصليبيين كانوا على العكس كده كانت الحروب مع الدولة الإسلامية قديمة جدا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك حروب مستمرة متتالية عشان كده مع كل هذه المجازر في شرق أوروبا سعى صليبي غرب أوروبا إلى التحالف مع التتار من اللي تقدم بهذه المحاولة؟ إنوسنت الرابع ده كان بابا كاثوليكي كان عايش في روما فأرسل رسالة يدعو التتار إلى التحالف وصلت الرسالة إلى كيوك بن أوكيتاي الكلام ده كان سنة تقريبا ستمية واحد واربعين أو تلاتة واربعين من الهجرة وطبعا مش وارد كبير زي ما قلنا 12 ألف كيلو متر فقطع مسافة طويلة جدا لحد ما وصل لكرة كورن وقدم لي الرسالة يطلب منه التعاون معه لإسقاط الشام ومصر أنتوا عارفين حروب الصليبية المتتالية كانت على الشام ومصر والشام كما ذكرنا في أول حلقة كانت محتلة من سنة 491 من الهجرة طبعا مش كل الشام من الشام للإمارات الصليبية في الشام وفلسطين وأجزاء من تركيا فعايز ينهي تماما على الوجود الإسلامي في هذه المناطق ويطلب التحالف مع التطار لأداء هذه المهمة لكن البابا النوسينت الرابع فوق كده طلب طلب تاني والطلب التاني ده أغضب كيوك جدا إيه هو الطلب التاني عرض عليه أن يدخل في النصرانية وغضب كيوك زي بابا النصارى يطلب منه أن يغير دينه فغضب غضبا شنيعا ورد السفارة وطلبه لكي تنفذ السفارة أن يأتي ملوك أوروبا جميعا ليقدم له فرود الولاء والطاعة في كرة كورم ورفض ملوك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وأسبانيا هذا الأمر رفضوا أن يأتوا إلى كرة كورم لأداء فرود الولاء والطاعة لملك التطار وبذلك فشلت السفارة الصليبية الأولى مع التطار بعدها بشوية سنة 645 البابا النوسينت الرابع ميأس بدأ يدور على شخصية تريد التوسع شخصية دموية عندها رغبة في التوسع في بلاد المسلمين فلقى القائد التاتري بيجو وده برضو من أشهر القادة التاتر في تاريخهم وكان هذا القائد يقود القوات الغربية التاترية اللي هي معسكرة أمام الخلافة العباسية متمركزة في تبريز في إيران وفي مواجهتها مباشرة الخلافة العباسية وعمل سفارة دبلوماسية البابا النوسينت الرابع وقابل بيجو بالفعل ودر بينهما محاولات طويلة من الحوار مهم انتهت هذه المحاولات بإقناع بيجو بالهجوم على الخلافة العباسية حاول بيجو قدر ما يستطيع أن يقنع كيوك ابن أوكيطاي بمحاولة غزو الخلافة العباسية في ذلك الوقت لكن كيوك رفض رفضا تاما وأصر على استكمال استدباب الأوضاع في داخل المملكة التاترية الواسعة يبقى فشلت السفارة الصليبية الثانية الكلام ده كان سنة 645 من الهجرة سنة 646 من الهجرة لويس التاسع ملك فرنسا طوال ملك مشهور كان يجاهز للقيام بالحملة الصليبية السابعة اللي هي هجم فيه على مناء طميات في مصر وبعد كده حصرت مقاعدة المنصورة زي ما هنتبين إن شاء الله في الحلقات القادمة فكان بيجاهز لدي الحملة الصليبية وتمركز في قبرص في وسط البحر الأبيض المتوسط وأرسل رسالة ثالثة في محاولة للتحالف مع التطار ضد المسلمين يعني ما فيه استكرار محاولات للتحالف ضد المسلمين ووصلت سفارة لويس التاسع إلى كرة كورم ففوجئت هناك بوفاة كيوك ابن أوكتاي وصلت السفارة تقريبا مع نفس الوقت اللي مات في كيوك وكان أولاده صغارا لا يستطيعون أن يتملكوا البلاد في ذلك الوقت فأعطي الحكم لأرمالته كنسنا أغول قميش حكمت أغول قميش كواصية على الأولاد دولة التطار وطبعا ده كان شيء مستغرب بالنسبة لدولة التطار دولة التطار دولة قامت على الذبح والقتل والتشريد والإبادة والعنف هذه دولة لا تستقيم أن تكون بقيادتها امرأة ومع ذلك هذا هو الذي تم الكلام ده تم من سنة 646 لسنة 649 السفارة اللي راحت تقابل أغول قميش استقبلت استقبالا حافلا وعرضت السفارة المساعدة في حرب المسلمين في الشام ومصر ولكن أغول قميش رفضت وقالت أن أوضاع البلاد غير مستقرة وبالذات بعد وفاة كيوك ابن أوكتاي وتحتاج إلى فترة حتى يستتب الأمن في داخل المملكة التطارية وبذلك فشلت السفارة الصالبية الثالثة ومع ذلك لويس التاسع أصر على أن يغزو مصر ويغزو مداء الضميات والتفاصيل كما سنشرح إن شاء الله في الحلقات القادمة جاءت على غير هواه وهزم في موقع المنصورة بل وأسرة في موقع فراسكور بعد المنصورة المهم أن الوضع ده فضل مستمر لحد سنة 649 من الهجرة من ساعة ما تولت أغول قميش سنة 646 لحد 649 يعني إحنا كده لو تفتكروا من سنة 639 عندما توفي أوكتاي لحد 649 هذا عشر سنوات كاملة لم يتحرك التطار في داخل بلاد المسلمين يعني فيه هدوء شديد عشر سنوات من الهدوء المستمر على العالم الإسلامي باستثناء طبعا احتلال الشرق كله كل شرق العالم الإسلامي الغريب جدا يا إخواني وإخواتي لما تيجي تراجع كتب التاريخ التي تصف هذه الفترة لما تيجي تراجع البداية والنهاية أو تراجع أي كتاب وصف هذه الفترة من حياة المسلمين لا تجد فيها تعليقا واحدا على قصة التطار وكأن القضية خلاص تحلت العالم الغربي من العالم الإسلامي العالم الأوسط والغربي يعني منطقة العراق ومنطقة الشام ومصر وغرب العالم الإسلامي كله خلاص القضية تنست تماما كل اللي بتلاقيه بعد كده في الكتب عبارة عن أن الخليفة الفلاني فتح مدرسة فتح مستشفى أخذك على بعض الفقراء أقم مشروع من المشروعات صراع أو حروب بين بعض المسلمين وبعضهم البعض اتنست قضية التطار وكأن خلاص هي دي حدود دولة التطار بكل ما ابتلعوه من بلاد المسلمين وهي دي حدود المسلمين وكل طرف راضي باللي عنده إذا كان المسلمين راضيين بالوضع ده فالتطار ما كانوش راضيين به التطار كل الفترة ديت بيجهزوا علشان يحتلوا العالم الإسلامي ويكملوا المسيرة في داخل الخلافة العباسية اللي كانت حلم عند التطار عند جانكيس خان وعنده إيكيطاي لكن كان شايف أن القدرة التطارية ما زالت تحتاج إلى إعداد وإعداد في سنة ستمية تسعة واربعين بعد عشر سنوات من هدوء النسبي سبعة في أيام كيوك وتلاتة في أيام أغول كوميش اجتمع المجلس الوطني الذي كان يشرف على حكم التطار وعزل أغول كوميش وقال ما ينفعش أن امرأة تمسك هذه الدولة وولوا مكانها منكو خان والاسم ده هيعمل تغيير جذري في السياسة التطارية وتغيير جذري في خريطة العالم ومن أهم الدول التي ستعاني من هذا الزعيم الجديد هي الدول الإسلامية